موسيقى رح ناخذ موضوع جديد عبارة عن الإشراف التربوي قبل أن ندخل إلى موضوع الإشراف التربوي لا بد أن نشير إلى المحاضرة السابقة حيث تكلمنا عن إدارة الصف وقلنا أن إدارة الصف هي عبارة عن تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير الإمكانيات وتوظيف أعلى قدرات الطلبة ونشاطاتهم لتحقيق أهداف التعليمية وقلنا أن تعريف إدارة الصف هي مجموعة من الأساليب والإجراءات التي يستخدمها المعلمون من أجل تنمية الأنماط السلوكية المقبولة لدى الطلبة وحذف وتعديل الأنماط السلوكية غير المقبولة فيها وتهيئة الجو الودي وتحقيق نظام اجتماعي فعال ومنتج داخل الصف والحفاظ عليها بشكل مستمر الآن عندنا موضوع الإشراف المشرف الإختصاصي عادة يهتم بقضايا التربوية داخل الصف ولدينا مشرفين التربويين في مرحلة الابتدائية ومشرفين موجودين في الجانب الإداري لذلك تقسم الإشراف إلى ثلاثة أقسام الإشراف الإداري مسؤولون عن الإداريات الإشراف الإختصاصي مسؤولون عن سير المادة الدراسية الإشراف التربوي مسؤولون عن النواحي التربوي في المرحلة الابتدائية بالنسبة للإشراف قبل أن يكون كلمة الإشراف فكان الكلمة تسمى مفتش أيام زمان كان يسمى المشرف المفتش مفهوم التفتيش معنى كلمة التفتيش أو المفتش صاحب المهنة التفتيش عبارة عن تفقد إداري يفقد الإدارة إذا كان الإشراف الإداري فهو يقوم بعملية تفقيد الإداري بمعنى يفتش عن جميع الملفات الإدارية والغير الإداري لإجراء يقوم بعملية إجراء كشف والتدقيق وتدقيق في سير العمل أي يريد العمل حسب مواصفات والنظام والقواعد الذي وضع ليجلي في سير العمل والوقوف على حسن انتظامه هل أن العمل يسير وفق عملية منظمة أو عملية غير منظمة فيقوم بالتثبيت أي شيء حول حسن تنظيم الإداري النقطة الثانية إجراء بحث دقيق يحتاج إلى التقصي وفحص من أجل العثور على أدلة إذبات تهمة أو نفيها عندما أنت تتهم شخص معين فتحتاج إلى الأدلة فلذلك قيل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إذا كان صاحب الشخص غير منفي فيجب أن يساعده على إذبات الشيء الذي يريد أن يدعي هذا بالنسبة للمفتش والتفتيش بمعنى كلمة يميل إلى البحث عن السلبيات أكثر ما يبحث عن الإيجابيات وهذا التسمية لا يجوز في التعليم باعتبار أن المعلم أو المدرس مهنة مقدسة فلابد التركيز على نواحي التربوية ونواحي التعديل أكثر من نواحي العقوبة فلذلك قاموا بتغيير المصطلح إلى مصطلح أكثر أهمية فأصبح المفهوم من التفتيش التربوي إلى الإشراف التربوي معنى كلمة الإشراف لغة أولا مفرده أشرف ومعناه يشرف على من حوله يشرف على ما حوله أو على من حوله كالوالد الذي يشرف على تربية أولاده يشرف ومعناه أي التأكيد على الأمر ومتابعته تأكيد على القواعد على النظام التعليمي ومتابعته وحسن انتظامه بمعنى حسن سير استخدام القوانين العمل وعدم الخروج فيها والإشراف للمشرف عبارة عن علو وارتفاع للشيء بمعنى أنه أصبح عالي مقام أكثر من كلمة التفتيش معنى كلمة الإشراف استلاحا بمعنى تعريف هو عملية فنية أي أن المشرف يحتاج إلى أن يكون فنانا مبدعا له القدرة على إبدال الحوار وتكون له القيادة قيادة إنسانية شاملة مبدعا يسعى إلى غايته أول غاية تقويم العملية التربوية الغاية الثانية تطوير العملية التربوية بكافة محاورها فقلنا أن الإشراف تقسم إلى الإشراف الإداري والإشراف الإختصاصي والإشراف التربوي بمعنى أنه يأخذ العملية التربوية بكل نواحيها فلديه القدرة على أن يكون فنانا مبدعا قائدا حواريا يتميز بإنسانية شاملة في كافة الاختصاصات عند غايتين الغاية الأول تقويم العملية التربوية من ناحية السلبية والإيجابية وتطوير النواحي الإيجابية إلى الأفضل وتعديل النواحي السلبية إلى الأحسن أعريف الإشراف التربوي أعرفه تيرني بأنه عملية توجيه وتقويم للعملية التعليمية بقصد تزويد التلاميذ بخدمات أفضل يوجه المعلم ويتابع المعلم وفي نهاية السنة يقوم بتقويم المعلم من أجل توفير خدمات وملتزمات أفضل للتلاميذ أما التعريف الذي اعتمدنا توجيه خدمة توجيه خدمة تقوم على أساس معاونة المعلم إذا كان هناك نقطة عسرة لدى المعلم فيقوم المشرف بتيسيره ويقوم المشرف بوضع النقاط على الحروف قد يكون المعلم ليس لديه خبرة فالمشرف لديه الخبرة فيقوم بتوجيه المعلم نحو الطريقة الأفضل قد يكون الإنسان جميع الناس يحتاجون إلى المساعدة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا خاب من استشاره فيحتمج إلى عملية المعاونة حتى يستطيع المعلم داخل البيئة الصفية لأن المشرف يدخل مع المعلم إلى البيئة الصفية ويقوم بتقييم المعلم فإذا وجد أن هناك أخطاء فيقوم بالتوجيه في المرحلة الثانية يقوم بمتابعة مدى تحسن الأخطاء وفي المرحلة الأخيرة يقوم بعملية التقويم نسبة للأهداف الإشراف التربوي الحديث لماذا قام الوزارة العراقية بوضع الإشراف التربوي ما الهدف من قيام العملية الإشرافية أول نقطة إثارة اهتمام المعلمين لابد أن تستثار الدافعية المعلمين وتشويقهم بالعملية التعليمية لذلك دائما يقال للمعلم ناجح من يقوم بإثارة الدافعية التلاميذ نحو درسي فهنا أن المشرف يقوم بإثارة اهتمام المعلمين أي دفع نحو الزيادة الدفع بنحو القوة نحو المادة التعليمية بحيث يساعدهم على النمو المهني النمو المهني يحتاج أن يكون بشكل أفضل ومستمر والنظام المكافآت والتقييم فالمشرف والمعلم عندما يدري أنه سوف يأخذ حقه في المستوى التعليمي إذا تمكن من إعطاء المحاضرات بشكل أفضل أنه سوف يأخذ مكافآت فأنه سوف يبدع في اختصاصه لذلك يجب على المشرف أن يقوم بعملية تشويق المعلم نحو المادة العلمية ونحو التدريس نقطة ثانية لا يتم الإشراف السليم التربوي لا يتم إلا إذا كان تعاونيا تعاون بين المشرف والمعلم وإدارة المدرسة ومن كل من لديه العلاقة بالتلاميذ والطلبة لا بد أن يستدعى جميع أولياء الأمور والمدرسة والمعلمين وكذلك من أجل التعاون بالنهوض بالعملية التعليمية إلى الأفضل أن يعمل المشرف التربوي على إفادة المعلمين من خبراته وقدراته أي أن المشرف يقوم ببحث وتجديد نفسه وأنه يقوم بفتح دورات أو أنه يدخل إلى الصفوف ويعلم المعلمين بطرق أكثر خبر أو أنه من خلال قراءاته لموضوع معين تمكن في حل موضوع بطريقة أسهل أربعة من أهداف الإشراف التربوي مساعدة المعلمين على تحديد أهداف عملية قد يكون المعلم لديه خبرة قليلة حول اختصاصي قد يكون في تعيين جديد لذلك يحتاج إلى من يساعده في وضع خطة لتحقيق الأهداف وكذلك خطة لتقويم هذه الأهداف كيف أعمل أهداف وكيف أتمكن أو أعرف أن الأهداف قد تم تحقيقها بالقل